تختتم اليوم فعالية مهرجان إمدغاسن سينما الدولي في طبعته الثانية بولاة باتن شرق الجزائر بمشاركة 29 فيلما سينما قصيرا ومن 24 دولة وزار ضيوف المهرجان شرفات غوفي في سيارة سياحية ترويجا للمناطق الأثارية بهدف إبراز بعدها التاريخي والحضري وعبر عدد من الفنانين المشاركين عن إعجابهم الكبير بموقع شرفات غوفي الساحر والمميز في ولاية باتن الجزائرية لافتين إلى الدور الكبير للفن وفي الترويج للسياحة في هذه الأمكنة عبر تصوير الأعمال الفنية بها